اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا رودة الاطفال كل سنة وانتو طيبين رمضان قرب يقولنا باي باي وعلشان كده هنعمل لكم حلقة مخصوص عشانكم نعلمكم ازاي نحافظ على مكتسبتنا اللي عملناها في رمضان عملنا حاجات كتير قوي حلوة في رمضان شهر كامل بنصلي وبنصوم وشهر كامل بنعمل العطاء وشهر كامل اهل الكرم وشهر كامل برينا الولدين وبرنا الاقارب وكمان عطفنا على الفقير فاضل نعمل حاجة مهمة قوي ان احنا نحافظ على كل ده بعد رمضان طب ازاي نحافظ عليه عارفين ازاي لو بصنا للحديث اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام احب الاعمال الى الله اول حاجة هنلاقيها في الحديث ده الصلاة على مواقيتها يعني اول ما تسمع الادان بيقول الله اكبر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا اكبر من اي حاجة في ايدك تسيب اي حاجة في ايدك وتقوم تلبي نداء الصلاة لو تعودت ان انت تعمل كده صدقني عمرك ما هتبطل تسألي عمرك ما هتقول ان الصلاة بقت تقيلة علي بعد رمضان خالص بالعكس اول ما هتسمع الادان بيقول الله اكبر هتروح قايم ورايح متجه للصلاة وسيب كل اللي في ايدك مش هيجرى حاجة لو اللي في ايدك اتعطل لمدة دقيقة الا لو كنت تمارس عمل والعمل ده ما ينفعش زي اولادنا دلوقتي ما بيتعلموا اونلاين ما ينفعش يروح سايب الحصة ورايح يصلي هيستنى بعد ما يخلص الحصة او الحاجة المهمة اللي هو بيعملها اللي فيها مستقبله وبعد كده يروح يتوجه فورا للصلاة وما فيش حاجة اسمها يا جماعة اصل الدهر راح علي فانا خلاص بقى ما صليش ابدأ الصلاة من بكرة لأ من تذكر صلاة فليو صليها وعلشان نقدر نحافظ على الصلاة نخليها عادة مش بس انا بصلي علشان دي عبادة بعملها لربنا لأ علشان انا تعودت اقف بين ايدين ربنا خمس مرات في اليوم ويريد طبعا نحافظ على صلاة الفجر زي ما كنا بنعمل في رمضان احنا طبعا كلنا بنصهر للصحور وبعد الصحور بنصلي الفجر ونخش النام ياريت كمان نقدر نعمل ده بس النام بدري ونقوم على صلاة الفجر نصلي وممكن نرجع نكمل نوم لو لسه عندنا مساحة من الوقت طب ايه كمان احنا اكتسبناه في رمضان اكتسبنا ان احنا زي ما قولنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا قسمنا 30 جزء من القرآن على عدد الايام فبقى كل يوم جزء قسمنا كل جزء على خمس صلوات يطلع تقريبا الجزء حوالي حوالي 16 صفحة تقريبا تيقلي يعني ده لو قسمتوا يا جماعة على الخمس صلوات يطلع كل صلة نقرأ صفحتين فما اعتقدش انه شيء كبير طيب ماشي رمضان خلص واحنا بقى حنهجر القرآن لا ما ينفعش احنا المفروض علينا ان احنا بنقرأ القرآن سواء في رمضان او ما فيش رمضان دي قراءة القرآن عبادة اميرة بيها المسلم فلازم المسلم يحافظ على على الاقل ورد يومي قراءة صفحة قراءة نص صفحة انت ترتب نفسك وترتب مع مواعيد المذكرة بتاعتك ومواعيد التلفزيون ومواعيد صحابك وكل المواعيد دي ترتب وقت في يومك علشان خاطر تختلي بنفسك وتقرأ ما تيسر من القرآن حتى لو بتعمل ده في المواصلات يعني بدل ما في المواصلات تروح مطلع الموبايل وتقعد تلعب جيم في المواصلات تم تطلع الموبايل وتكون حاطت عليه المصحف الشريف وتبدأ تقرأ الورد بتاعك وانت في المواصلات صدقني لو عرفت تمارس ده بعد رمضان صدقني مش هتبطل هتحس باللزة والمتعة في انك تتواجد مع الله وحتشوف الفرج والبركة هتحصل ازاي في حياتك وفي مذكرتك وفي بيتك وفي كل حاجة في حياتك علشان انت دايما مع الله ودايما في حضرة الله طب حاجة كمان يا جماعة احنا برضو كنا بنعملها وللأسف ان احنا اول ما رمضان بيخلص تقريبا معظمنا ما بيصومش تاني طب على الأقل هنحقق السنة ونصوم ست ايام من شوال ونبدأ على الأقل فيه تلات ايام كل شهر نقول مثلا تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر من كل شهر عربي تلات ايام من كل شهر مش هيخسروه كتير يعني ما انت بتاكل سبع وعشرين يوم فلو جيت التلات ايام دول وقلت انا حواظب على اني اصوم كل شهر تلات ايام لما هيجي رمضان الجاي هتبقى فعلا تعودت على الصيام وتلاقي الموضوع بقى بالنسبة لك سهل جدا مفيش المشقة اللي كلنا بنعاني منها اول يوم علشان بنبقى بقى لنا احداشر شهر ما صمناش حاجة كمان يا جماعة هو البر البر بالوالدين في رمضان بس ولا ممكن نخليه مستمر لا حنخليه مستمر بعد رمضان لانه من الحاجات المهمة جدا وتاني حاجة في الحديث اللي قلنا عليه احب الاعمال الى الله بر الوالدين من احب الاعمال الى الله الصلاة على مواقعتها وبر الوالدين والجهات في سبيل الله طبعا ولكن احنا النهاردة عايزين الجزئين دول بس هناخد من الحديث اللي طلع عن نبيه من رمضان هو بر الوالدين والصلاة على مواقعتها ونتمنى ان احنا نستمر في العطاء متخزنش دولابك وتسيب دولابك فيه دوم انت مش محتاجها متخزنش مكتبتك وتخلي فيها كتب انت مش محتاجها معاك فائد مالي وانا انصحك نصيحة يعني دايما نحوش دايما نشيل فلوس على جم علشان ممكن يجيلك وقت تبقى عايز تشتري حاجة او تعمل حاجة وبابا ما عندوش الامكانية فتبقى انت بتقدر تساهم وتساعد انك تجيب حاجة غالية شوية بابا ما قدرش يجيبها لو شلت من مصروفك كل يوم جنيه ولا اتنين جنيه مش هيدلعوك في شيء ولكن هتبص تلاقي الحصالة بتاعتك اخر الشهر بقى فيها تلاتين جنيه فالتلاتين جنيه دول يعملوا حاجة فياريت يا ولاد نتعلم ان احنا نحافظ على كل اللي طلعنا بيه من رمضان سواء ان انت اتعلمت تقوم تصلي الترويح ما فيش اي مشكلة انك بعد كده بعد رمضان انت بتعبد ربنا علشانك الله لا يحتاج عبادتنا احنا اللي محتاجين نكون في مكان افضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة